موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشيد بالموقف الصيني الى جانب الشعب اليمني رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لقيادة وزارة النفط وعدد من شركات ولايات التابعة لها موسيقى محافظ حضرموت يفتتح مركز جامعة حضرموت لتدريب الطلاب موسيقى تدشين امتحانات الفصل الدراسي الاول للمرحلتين الاساسية والثانوية بحضرموت موسيقى السيدات والسادة هذه نشرة العاشرة مساء نقدمها لكم من مبنى تلفزيون حضرموت الحكومي بمدينة المكلة معكم عمار جمال وصالح باللسود حيث نفتتح نشرتنا الاخبارية من فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الذي استقبل القائمة بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاو تشينغ للبحث في مستجدات الوضع اليمني والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين رئيس مجلس القيادة الرئاسية شاد في اللقاء بالعلاقات اليمنية التاريخية مع جمهورية الصين الشعبية والأفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات مؤكدا أهمية القمة العربية الصينية التي تصدفها المملكة العربية السعودية الشقيقة الشهر المقبل وأعرب فخامة الرئيس باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسية عن تقديره للدعم الصينية المشهود مجالات البلد التحتية والخدمية على مدى العقود الماضية وصولا إلى موقف بكين الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وأكد القائم بأعمال السفارة الصينية من جانبه التزام بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسية والحكومة والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن مشيرا إلى انفتاح الصين لأشكال التدخلات الإنمائية كافة والخدمات المطلوبة لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن الذي يمثل حلقة مهمة ضمن مبادرة الحزام والطريق التي تسعى من خلالها بكين لربط أراضيها بالعالم عبر تنفيذ أكبر مشروع بنية تحتية في التاريخ إلى ذلك استقبل فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم الأحد سفيري استراليا ونيوزيلندا غير المقيمين مارك دونفان وبارني رايلي للبحث في مسجدات الوضع اليمنية رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضع سفيري استراليا ونيوزيلندا أمام جهود الإصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة في القطاعات الخدمية والاقتصادية والإنسانية كما تطرق اللقاء إلى الجهود الدولية المطلوبة لردع تهديدات الميليشيات الإرهابية الحوثية للسلم والأمن الدوليين وتدعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية في الموانئ اليمنية وممرات الملاحة الدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين صديقين وفرصي تعزيزها على المستويات كافة وفي العاصمة المواقة عدن وجه رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك وزارة النفط والمعادن بأهمية الاستمرار في بناء احتياطات من المشتقات النفطية والغاز المنزلي لتغطية احتياجات السوق المحلية في مختلف المحافظات جاء ذلك لدى ترأسه اجتماعا لقيادة وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات والهيئات التابعة لها لمناقشة اداء شركات الوطنية واحتياجاتها اللقاء استعرض خطط تطوير البنى التحتية للقطاعات المنتجة وبناء قدراتها المادية والبشرية الاجراءات المتخذة لتأمين المصالح الحيوية والمنشآت الاقتصادية من التهديدات الارهابية الحوثية وحماية الملاحة الدولية واستقرار الطاقة العالمية وجدد رئيس الوزراء تأكيد على ان استكمال انهاء الانقلاب الحوثية المدعوم ايرانيا واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وامدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية مشددا على ضرورة استكمال تدابير السلامة والحماية في مختلف المنشآت النفطية وان يكون ذلك اولوية في عمل الوزارة واجهزتها المختلفة وقدم وزير النفط من جانبه تقريرا حول الوضع التمويني للمشتقة النفطية والغاز في السوق المحلية لمختلف المحافظات مشيرا الى التوسعات التي نفدتها شركة صافر في منشآت الغاز المنزلي وبما يمكنها من تغطية السوق المحلية ورفع الانتاج اكد رئيس الوزراء دكتور معين عبد المالك حرص الحكومة على دعم كل خطة تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد باعتبارها مهمة رئيسة للدولة على المستوى المركزية والمحلية الدكتور معين اشار الى ان هذه الخطط ترتبط بالحفاظ على مصالح الشعب اليمني وحياته وتخفيف معاناته التي تسببت بها ميليشيا الحوث الارهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن المدير العام لشرطة محافظة شبوة العميد الركن فؤاد النسي الذي اطلعه على الخطط الامنية والخطوات التي قامت بها الاجهزة الامنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لحماية المصالح الاقتصادية الحيوية بالمحافظة والحفاظ على الامن والاستقرار ومكافحة الجرائم باشكالها كافة وضبط مرتكبيها واشهد رئيس الوزراء بالخطط الامنية المعدة والجهود المبذولة للحفاظ على الامن والاستقرار بمحافظة شبوة موجها بتوفير عدد من الاحتياجات اللازمة للاجهزة الامنية في محافظة شبوة للقيام بواجباتها ومهامها على هامش الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الامن الاقليمي في المنامة التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور احمد بن مبارك نظيره البريطاني جيمس كيلفلي اللقاء استعراض تداعيات الهجمات الحوثية الارهابية على المنشآت الاقتصادية وموانئ تصدير النفط بواسطة الطائرات المسيرة الايرانية والتي تمثل تهديدا للامن والسلم في المنطقة وتحديا للجهود كافة التي تبذل لأحلال السلام في اليمن وأوضح بن مبارك أن الحكومة اليمنية قدم تنزلات كبيرة في سبيل انهاء معاناة المواطنين وأحلال السلام مشيرا إلى أهمية تصنيف مجلس الدفاع الوطني الحوثيين منظمة ارهابية ودعم الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تنفيذا لذلك القرار وأكد وزير الخارجية البريطاني من جانبه دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة اليمن واستقراره واستمرارها في الإسهام بالجهود الرامية لإنهاء الحربي وإحلال السلام وفي عدن حيث أعلن وزير الصناعة وتجارة محمد الأشول عن الجاهزية الكاملة لبدء امتحانات المحاسبين القانونيين في العاصمة المؤقتة عدن لمائة وثلاثة واربعين من المتقدمين لحملة الماجستير والبكالوريوس وكذا عقد دورة تنشطية تشرف عليها مجموعة من الأكاديميين في قسم المحاسبة في جامعة عدن الوزير الأشول أوضح أن هذا التدشين يعد الخطوة الثانية بعد منح حملة الدكتورة شهادة المحاسبين القانونيين مؤكدا أن مهنة المحاسب هي أقرب إلى مهنة الطب فيها القسم والمعايير والقواعد الصارمة وأكد الوزير الأشول حرصه الدائم للنهوض بإدارة المحاسبين القانونيين في ديوان الوزارة والتي بدأت بعملية التجديد للمحاسبين القدامى ومن ثم منح الإجازة لحملة الدكتورة والآن نكمل الجهدة بعقد الامتحانات في الربع الأخير من هذا العام إلى محافظة حضر موت حيث نعل محافظ مبخوت مبارك بن ماضي الخبير الاقتصادي والكادر الأكاديمي أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة عدن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الأسبق الأستاذ محمد عبدالله بشرحيل الذي وفاه الأجل اليوم بمدينة الشحر المحافظ بن ماضي أعرب عن عظم خسارة الفقد برحيل الأستاذ محمد عبدالله بشرحيل الكادر والقامة الاقتصادية الوطنية وأكد المحافظ تقدير المحافظة والوطن لعطائه في خدمة وطن بإخلاص وتفان رافعا تعازي قيادة السلطة المحلية لأبنائه وأسرته وذويه سائلا المولى تعالى أن يشمله بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإنا إليه راجعون نواصل أخبارنا مع محافظ حضرموت ممخوت مبارك بن ماضي الذي دش أو دشنا اليوم بحرم رئاسة جامعة حضرموت بالمكلة مركز جامعة حضرموت لتدريب الطلاب الذي يعد الأول على مستوى الجامعات في بلادنا محافظ حضرموت أكد أهمية المركز في خدمة طلاب الجامعة والجامعات اليمنية والمؤسسات والإدارات الحكومية والمجتمع عبر إقامة برامج تدريبية في المهارات الحياتية العامة والمهارات التخصصية وطلع المحافظ بن ماضي بمعاية نائبي رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وشؤون الطلاب دكتور عبدالله بابعير والدكتور سالم العبثاني والأمين العام للجامعة عبدالله عديد على مرافق المركز الذي يحوي قاعات للتدريب ومختبرا علميا كما دشنا محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اليوم بمركز جامعة حضرموت لتدريب الطلاب بالمكلة الدبلوم التدريبي لعداد التربية الخاصة لمعلمات التوحد المحافظ بن ماضي شاد بإقامة مثل هذه البرامج النوعية لمعلمات التوحد لتقديم خدمات إنسانية لشريحة مهمة بهدف دمجها مع نظرائها في المجتمع مشيرا لأن هذه المعارف من شأنها الرفع من كفاءة المعلمات الأمر الذي سينعكس إيجابا على أطفال ومراكز التوحد وتقام الدورة بالتنسيق بين جامعة حضرموت ومؤسسة حضرموت للتوحد بإشراف خبراء محليين ومن جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية مقدمون معارف حول أساليب التربية الخاصة وفنونها وكيفية التخاطب مع أطفال التوحد وتكامل الحسي وأسلوب النطق لـ 47 معلمة مشاركة بالدورة من مؤسسة حضرموت للتوحد دشنا اليوم بهيئة مستشفى بن سينة بالمكلة المخيم الطبية تطوعي لجراحة العظام وتغيير المفاصل برعاية وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بحيبح ومحافظ حضرموت مبخوط بن ماضي المخيم يقيمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحة لحضرموت وإدارة هيئة مستشفى بن سينة تقصيل أكثر في سياق التقرير الذي أعده الزميل رائد خالد شتان بين من يزرع لغما ويزرق به أرواحا بين من يتكاتف لتسير حركة شخص أو لملمة جراحه في أقصى حضرموت وصلت دراع الملك سلمان الإغاثي فقام بتنفيذ مشروع طبي تطوعي يختص بجراحة العظام وتغيير المفاصل حقيقة نحن في مواجهة صعبة مع مليشيات جعلت كل شيء تعطل في هذه البلاد وبالتالي أصبح من الضرورة التدخل في مثل هذه العمليات فريق تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شرع بتنفيذ عمليات مجانية مختلفة في تنميم المفاصل واستعصال التالف أو حتى استبدال ما لم يمكن إنقاده في مفاصل المريضة ندشن اليوم البرنامج التطوع الطبي الأول من نوعه في جراحة العظام وتغيير المفاصل في محافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية بمشاركة أكثر من 18 متطوع متطوع من مختلف التخصصات الطبية في جراحة العظام الحملة تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين سواء من التشخيص أو من العمليات الجراحية تدخلات أجدر بالقول أنها إسعافية وإنسانية في آن واحد تثبت الترابط بين المملكة السعودية وجرتها الجمهورية اليمنية على أمل أن تستمر مثل هذه التدخلات التي تخفف من وطأة الحرب التي وصلت إلى جميع أطراف اليمن رائد غالد لتلفزيون حضرموت المكلة بحث المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سام السعيدي خلال لقائه بمدينة المكلة رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ عمر باجرش سبل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص اللقاء ناقش أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقة الثنائية بين المؤسسة الاقتصادية وممثل القطاع الخاص وآلية الشراكة لإنشاء مراكز تجارية بين الجانبين بما يسهم في تحقيق الاستقرار للمواد الغذائية الأساسية كما جرى استعراض خطة وآلية استيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين عبر نقاط بيع تابعة للمؤسسة الاقتصادية بأسعار مدعومة لتخفيف على الناس معاناتهم جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة الانقلاب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية هذا وأقر اللقاء الاتفاق على عمل معرض دائم لسيدات الأعمال مالكات المشاريع لتسويق منتجاتهن ومساعدتهن وتشجيعهن على الانخراط في سوق العمل والتحضير الجيد لتنسيق المعرض الرمضاني والتنسيق والترويج له مبكرا من ساحل حضرموت لواديها حيث عقدت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء اجتماعا لها برئاسة وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي لمناقشة الاشكالات التي تعترض تنفيذ مشروع خط نقل التيار الكهربائي عبر الابراج لكهرباء وادي حضرموت بقدرة 132 كيلو فولت في مرحلته الاولى بطول 27 كيلو مترا الممتد من خرير الى منطقة جريو الاجتماع الذي حضره المدير العام للكهرباء المهندس عبدالقادر الجنيد وادارة المشروع برئاسة المهندس صلاح بن حريز ومندوب الشركة الاستشارية الاردنية للمشروع CCG المهندس الحسين حسن كرسة للوقوف امام التحديات التي برزت في اثناء تنفيذ المشروع كما ناقش الاجتماع الاسباب التي ادت الى تأخير تنفيذ المشروع بحسب الفترة الزمنية المحددة في العقد مع الشركة المنفدة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتعجيل في التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الذي سيسهم في تعزيز الطاقة الكهربائية دشنا وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي امتحانات الفصل الدراسي الاول العام الدراسي الجاري للمرحلتين الاساسية والثانوية بمدارس وادي وصحراء حضرموت وخلال التدشين بمدرستي الخطاب للبنين والبنات وثانوية النهضة للبنين بسيئون تعرف الوكيل السعيدي من المدير العام لمكتب التربية والتعليم بوادي والصحراء حضرموت دكتور محمد فلهوم الى شرح حول الترتيبات اللازمة لتمكين الطلاب والطالبات من اداء الامتحانات بسهولة منوها بان الامتحانات تقدم لها قرابة 140 الف طالب وطالبة وزعين على 425 مدرسة اساسية وثانوية وفي ساحل حضرموت دشنا مدير مكتب وزارة التربية والتعليم أمين عبدالله بعباد اختبارات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي للمحلتين الاساسية والثانوية في عدد من المدارس والثانويات بمديرية غيل باوزير وأشار بعباد في لقاء عقده بمكتب التربية بمديرية غيل باوزير الى ان الزيارة تأتي ضمن خطة قيادة مكتب الوزارة لتفقد واقع العمل التربوي والتعليمي بالمديريات مؤكداً أهمية المكان التي تحتلها مديرية غيل باوزير على مستوى المحافظة والوطن السيدات والسادة نهاية نشرة الأخبار هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنبى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشيد بالموقف الصيني إلى جانب الشعب اليمني رئيس الوزراء يرأس اجتماعاً لقيادة وزارة النفط عدد من الشركات والهيئات التابعة لها محافظ حضرموت يفتتح مركز جامعة حضرموت لتدريب الطلاب تدشين امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الأساسية والثانوية بحضرموت ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل لاجتماعي تلفزيون حضرموت وفي القتام تقبلوا تحياتنا من إدارة الأخبار وتحيات عمر جمال وزميلي صالح باللسود ومن مترجمة لغة الإشارة تهاني بمتقال إلى اللقاء اشتركوا في القناة